الحمد لله الذي يهدي لنوره من يشاء ويحيي القلوب الميتة بوحي السماء أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فطر الناس على دين قيم سواء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نقى الله تعالى قلبه وصفى ضميره فكان سيد الأصفياء وإمام الأطقياء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى جعل في النفس الإنسانية رقيبا على أعمالها من نفسها وشاهدا على أفعالها من ذاتها ذلكم هو الضمير المشرف على خط سير الإنسان لقيا وانحطاطا والمحاسب على خلاجات النفس وخطراتها فإن أتت أبواب الخير شرح الصدر واطمأن الضمير وإن اقتحمت ظلمات المعاصي تألم الضمير وهذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها حيث النزوع إلى الخير وحب الأعمال الصالحات والبعد عن اقتراف الشر والسيئات يقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد ورد في الحديث الشريف إطلاق لقب واعذ الله على ضمير الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وعلى باب الصراط داعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداعي يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلقى لجه فالصراط الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم فواعظ الله في قلب كل مسلم هو ضميره الحي اليقظ الذي يلومه على التفريط ويحثه على أداء الواجب وكم يؤنب الضمير صاحبه على سيء أفعاله حتى يصل به إلى الإقرار والاعتراف على سوء الاختيار والاقتراف وقد يحسن المجرم التخلص من توجيه التهمة إليه أمام القضاء في المحاكم ولكنه يجد من ضميره محاكمة لا يقدر على التخلص مما يرد عليه منها من اللوم والتعنيف ففي داخله صراع عنيف ولا غرابة أن أقسم المولى بذلكم الضمير المؤنب لصاحبه في قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيها الإخوة والأخوات يولد الإنسان سوية الفطرة نقية ضمير طاهر القلب ويزداد ضميره حياة ويعقذة إذا ما عاش في مجتمع صالح وبين أبوين صالحين يدلانه على الخير ويحثانه على الرشد عندها يشب ذا ضمير حي وقلب سليم أما إذا ما عاش وسط محيط سيء وبين أبوين يهملان تربيته على الخير والتقوى والصلاح فإنه يشب ذا باطن ملوث وسريرة مظلمة ويصبح من ذوي الضمائر النائمة الذين هم بحاجة إلى إيقاظهم من سباتهم العميق فلنحرص يا عباد الله على تربية أبنائنا على الخير وتنشئتهم على الرشاد لتسلم لهم قلوبهم وليكونوا ذوي ضمائر حية وسرائر نقية إذ لا تكمل تربيتهم بتغذية أجسادهم من دون الرقي بأرواحهم وتطهير ضمائرهم ومن لم يحوي جسده ضميرا حيا ولم يرزق قلبا نورانيا كان لا يعدو جسده أن يكون هيكلا يحبس الروح وقفسا تسجن فيه أما المؤمن الحق الذي يخاف الله جل وعلا فإنه يجلي قلبه بذكر الله وينير ضميره بطاعة الله فيحيى الحياة الإيمانية التي يشترك فيها الجسد والروح معا وما مثله حين ذاك إلا كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وهو الحري عند ذلك بقول الله عز وجل أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أيها المؤمنون إن حياة المؤمن في الضياء ليست كحياته في الظلمة إنها حياة ذوي الضمائر السليمة التي لا يشق عليها تحمل التكاليف ولم تعجز عن تجنب الآثام والبعد عنها لأن الضمير السليم يدل صاحبه على كل فعل قويم سالكا به الصراط المستقيم يقول الحق تعالى أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ رَبِّهُ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ والربما تكدر صفاء الضمير بما يعرض للمرء في حياته من فتن وبتلاءات فلابد له بين الفينة والأخرى من ملاحظة ضميره وإصلاح قلبه إن تنقية البواطن وإصلاح الضمائر ضرورة فليشتغل كل واحد منا بإصلاح سريرته وتنقية باطنه وتصفية ضميره فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى يقظة الضمائر من غفلاتها فلابد من الاستمساك بحبل الله تعالى ومن الاعتصام بهود الله عز وجل يقول الله جل وعلا الله وليم الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النال هم فيها خالدون ثم بعد ذلك كيف يمكن للضمير أن يستيقظ إنه يمكن إيقاظ الضمير بذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا فإن الذاكر يذكره الله ومن ذكره الله سبحانه وتعالى نبهه في ساعة الغفلات فوفقه لاستباغ الخيرات يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وفي الحديث الشريف يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ما ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وليس كملازمة التوبة والإنابة إلى الله تعالى من موقذ للضمائر ومطهر للسرائر فإن التوبة النصوحة تجب ما قبلها وتهب بنفحاتها على باطن العبد فتطهره وعلى قلبه فتنيره وعلى ضميره فتنقيه وعلى عمله فتزكيه ومن خير ما يحيا به الضمير تلاوة آيات القرآن الكريم بتدبر وتفهم فالله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ومما يوقذ الضمير الاستمساك بالشعائر الدينية وإقامة العبادات على تنوعها في مواقيتها التي حددها المولى عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج وتأملوا رحمكم الله كيف وزع المولى هذه العبادات لتشمل عمر الإنسان بأجمعه فمنها ما يدور بدوران اليوم كالصلوات الخمس وما يدور أسبوعيا كالجمعة أو سنويا كالأيدين والصيام والزكاة أو في العمر مرة كحج بيت الله وما ذلك إلا لأجل بقاء ضمير الإنسان حيا مدى الحياة ومما يوقذ الضمير أيضا التخلق بالأخلاق الحميدة الفاضلة كالتواضع والحياء والصدق والوفاء والبر والإخلاص والتواصي بالحق والتواصي بالمرحمة ومجافات الأخلاق الذميمة كالكبر والحسد والكذب والغيبة والبهتان والنميمة إلى غير ذلك من الخلال السيئة الممقوتة كل هذا مما يجعل الضمير حيا وشعلته متقدة إن الله تعالى جعل للمسلم من الطرغ والوسائل لإيقاظ ضميره وتنقية قلبه الشيء الكثير فعلى المؤمن أن يلاحظ باطنه كما يلاحظ ظاهره وكما يشتغل بتزيين ظاهره أمام الناس فعليه أن لا يهمل تزيين باطنه أمام رب الناس ففي الحديث الشريف إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب محل نظر الحق سبحانه وتعالى فلابد من تصفيته وتنقيته فليتحفظ المسلم من جميع آفات القول والعمل وليأت ما استطاع من أعمال المعروف والبر وليشفع ما افترضه الله عليهم بما سنه له رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه إن فعل ذلك أحيى الله قلبه ونقى له سره وأيقظ له ضميره حتى يصبح هو نفسه سببا لإيقاظ ضمائر من حوله من الناس أجمعين ويجد من حفظ الله له وتسديده وتوفيقه ما لا يعلم كنهه ولا مداه وفي الحديث النبوي الشريف احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فالمؤمن يا عباد الله يحيا مع الله تعالى في جميع لحظاته وسائل ساعاته لأنه يعلم أن المولى سبحانه يحصي عليه أعماله فيخشى أن يطلع عليه ربه بما يوجب السخط وبما يباعده عن مقامه العظيم أيها الإخوة والأخوات اعلموا رحمكم الله أن أحياء ضمير الإنسان يصدق عليه ما يدعوه بعض المعاصرين به وهو تنمية الرقابة الذاتية وهي تتحقق بتنمية ملكة الخير في النفس ومدافعة نوازع الشر فيها وخير باعث لها على ذلك استحضار رقابة الله تعالى وملائكته على ما يمارسه العبد من أقوال وأعمال وهذا ما يفرضه إيمان كل مؤمن بأن الله عز وجل هو الرقيب وأنه هو الحسيب فهاتان الصفتان الجليلتان من صفاته تعالى لهما آثار ظاهرة في من يستشعرهما في قلبه يقول الله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وما أكثر الآيات القرآنية التي تنبه العباد على ضرورة استحضار هذه الرقابة في أعمالهم وسائل تصرفاتهم فإن الله تبارك وتعالى يقول وما تكون في شأن وما تتل منه من قرآن ولا تعلمون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين فإذا ما استحضر العبد أنه ليس بمفرده بل هو محفوف بملائكة الله كان ذلك من خير مما يجعله محاسبا لما يأتيه وما يذره يقول الحق تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فعملية التسجيل جارية والإحصاء مستمر ما دام في النفس نفس يتردد ويقول الله جل وعلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فالرقابة الذاتية يا عباد الله إذا ما نمت في نفس كل فرد استيقظ الضمير فكان من ثماره عدالة كل موظف ومسؤول فلا محابات ولا رشوة وكان من أثاره أمانة التجار في تجاراتهم فلا تدليس ولا إخفاء للعيوب وكان من نتائجه إخلاص الطلبة في دراساتهم فلا غش في الامتحانات ولا تفريط في أداء الواجبات ويغدو من انعكاساته حرص كل صائق حال قيادته لسيارته على أن لا يفرط في شيء من ضوابط السير أو يتجاوز شيئا من أنظمة المرور وهكذا كل من امتحن بآداء عمل أو القيام بواجب كان له من هاجس ضميره ويقظة فؤاده ورقابة نفسه ما يغني عن وعذ كل واعذ وشهادة أي شاهد وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسع نياذ الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين اللهم يا الله اسقنا من فيدك المدرار واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار المستغفرين لك بالعشي والأسحار اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في أهلنا وأحبابنا وأنفسنا وأرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار وربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واشف مرض المؤمنين والمؤمنات وارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام فاعذنا واحفظنا يا كريم والحمد لله رب العالمين